التقرير الطبي الذي تسلح به سماحة والذي يمنحه راحة جسدية لمدة أسبوعين وأمال الدفاع التي كانت تطمح إلى تأجيل جلسة محاكمته بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها في قفص الاتهام في جلسة الخميس الماضي لم تقبل من المحكمة مثل المجرم أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني للطوف بحضور وكلاء الدفاع عنه بعد أن كشفت لجنة طبية على سماحة وأكدت في تقرير اللامانع يحول دون حضوره واستجوابه وفي تفاصيل الجلسة كرر سماحة أكثر من مرة أن هدف المتفجرات هو منع التسلل السلاح والمسلحين من لبنان إلى سوريا وبالعكس لكن بعد استراحة دامت نصف ساعة تولت المحكمة طرح الأسهلة على سماحة بناء على المذكر التي تقدم بها لتبيان النقاط التي استدرجه فيها ميلاد كفوري وهنا بدأ أقل تماسكا وأكثر عصبية وقال هاجس الفلتان الأمني على الحدود أقلقني كثيرا ولا أنكر أنني أنا السياسي المحنك استطاع ميلاد كفوري بذكائه أن يغزي عندي هواجس عودة الحرب الأهلية وأقنعني بضرورة ضبطها بدءا من المعابر غير الشرعية وكنت أنا الطعم الذي استهدفت سوريا من خلاله سياسيا وأعلاميا وعند سؤاله عن أنواع المتفجرات التي ناقلها وأهدافها والجغرافية التي ستفجر فيها في المناطق الحدودية الشمالية أجاب سماحة لست بخبير متفجرات ولو كان المشروع نابعا مني لكنت من زود الكفوري بلائحة المتفجرات وأكد سماحة ردا على أسئلة المحكمة أن ميلاد كفوري أقحم موضوع الإفطارات الرمضانية وشخصيات في الأحاديث بينهما دون أن يحدد أي مكان جغرافي للتنفيذ مشيرا إلى أن دوره اقتصر على نقل مضمون لائحة المتفجرات وأنه كان حلقة الواصل بين كفوري والسوريين في هذه العملية قائلا الكفور استدرجني استهدفني حرضني فأوقعني ليعلق القادل الطوف وهل كلفت نفسك حماية الحدود وبعد انتهاء المحكمة من الاستجواب أعلنت رفضها لطلب الدفاع تعيين خبراء من الجيش للكشف على المتفجرات نظرا لوجود تقرير فني بهذا الخصوص من ضمن المستندات يتضمن صورا من كافة المضبوطات لدى شعبة المعلومات وقررت المحكمة دعوة سائق اسميح فارس بركات وسكرتيرته جلاديس اسكندر للاستماع لإفادتيهما على سبيل المعلومات في الجلسة المقبلة والتي ستخصص أيضا لاستجواب جهة الدفاع وأرجئة الجلسة إلى العاشر من آذار المقبل